معرفة آخر التطورات حول هذا الموضوع نتحول للزميل أحمد عفانة ليطلعنا أكثر على تفاصيل هذه الضربة صباح الخير عفراء صباح الخير لجميع مشاهدي برنامج اليوم إذن كما ذكرت عفراء ليلى كانت نوعا ما ساخنة في سوريا خاصة في حمص إذ ادعى النظام السوري أن العديد من الصواريخ استهدفت فجرا مطار التفور في حمص العسكري في وسط سوريا أدت هذه الضربات إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى إعلام النظام نقل عن مصدر عسكري أن الهجوم أوقع عددا من القتلى والجرحى وأدى ذلك طبعا نفذ ذلك بالصواريخ على المطار كما ادعت مصادر النظام أن الهجوم الصاروخي هو أمريكي ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا فيديو لصور قيلة إنها لاستهداف المطار المذكور طبعا هذا المطار عفراء يمثل نقطة ارتكاز وقاعدة أساسية للقوات السورية والقوات الحليفة لها يقوم بدور الإسناد يقوم بتقديم الدعم العتاد القوات العسكرية ولحلفائها التي تقاتل في محافظات دير الزور وفي ريف حما وفي حلب طبعا على الجانب الآخر البنتاجون أمريكا لا تنفذ ضربات جوية في سوريا هذا كان الرد الذي أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية وقالت إن الضربات جوية في سوريا حاليا لا وجود لها ونفت رسميا ما أورده تقرير النظام السوري بأن الجيش أطلق صواريخ على قاعدة جوية أورد البنتاجون في بيان نصيا سأقتبس من البيان هنا في الوقت الراهن لا تنفذ وزارة الدفاع الأمريكية ضربات جوية في سوريا لكننا قال البيان إننا نواصل متابعة الوضع عن كثب وندعم الجهود الدبلوماسية الحالية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيموية في سوريا انتهى الاقتباس هنا كما نفى طبعا مسؤولون أمريكيون إضافة إلى البنتاجون ما ورد عن هذه الضربة الجوية الأمريكية على سوريا طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تحدثا هاتفيا وتعهد برد قوي مشترك على الهجوم الكيميائي المفترض الذي وقع في دوما يأتي هذا الحديث طبعا بعد الهجوم الذي وقع في السابع من نيسان ضد سكان دوما في الغطاء الشرقية سنتحدث عنه الآن طبعا وفق ما أعلن الإليزي تبادل الزعيمان معلوماتهما وتحليلاتهما والتي تؤكد استخدام أسلحة كيميائية وقرارات تنسيق إجراءاتهما ومبادرتهما داخل مجلس الأمن الدولي الذي من المفترض أن يعقد اليوم في التاسع من نيسان في نيويورك وفق ما أضاف الإليزي لاحقا البيت الأبيض قال أن ترامب وماكرون تعهدها بالرد القوي والمشترك على الهجوم الكيميائي جاء في بيان إثرى محادثات عبر الهاتف بين ترامب وماكرون أن الزعيمان أدنى بشدة الهجمات المروعة بالأسلحة الكيميائية في سوريا واتفق على وجوب محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته المستمرة ضد الإنسان وحقوقه وأضاف البيان لقد اتفق على تبادل المعلومات حول طبيعة الهجمات وتنسيق استجابة قوية ومشتركة البعثة البريطانية في الأمم المتحدة قالت إن اجتماعا لمجلس الأمن سيعقد اليوم لمناقشة الهجوم الكيميائي في دوما وقالت البعثة عبر حسابها على تويتر إن كلا من بريطانيا فرنسا الولايات المتحدة دول أخرى دعت إلى عقد الاجتماع لمناقشة التقارير حول الهجمات طبعا هذه التطورات بمجملها جاءت بعد يوم أو أكثر على هجوم قام به النظام السوري بقصف كيميائي على دوما في ريف دمشق أدى إلى قتل العشرات من المدنيين وصلت الحصيلة ربما إلى 150 وأكثر قتيل وأدت إلى ألف إصابة خنقا وهذا القصف يأتي بالرغم من إعلان روسيا الأربعاء الماضي وقف العمليات العسكرية في دوما مديرية الدفاع المدني في دمشق وريفها قالت إن من بين المصابين الألف نساء وأطفال أسيبوا بحالات اختناق جراء استهداف الأحياء السكنية في دوما بغزاة سامة لم تحدده يدها أضافت أن عوائل كاملة اختنقت في الملاجئ والأقبية طبعا على ذلك سارع الدول العربية وغربية للتنديد بهذا الهجوم وعلى رأس مئة الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب الذي توعد الرئيس أو رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه سيدفع ثمنا باهظا لكل هذه الجرائم طبعا هذه كانت مجمل التطورات مشاهدين في هذه الليلة حتى اللحظة ونحن معكم طبعا في حال تطورات جديدة حول ملف دوما واستخدام الكيماوي شكرا جزيلا لكم وعودة إليك عفراء تفضلي